اشتركوا في القناة 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 يعمل تغيير وهيدا الشي اللي يجب يفرجوه العالم فأيه ايه عمقلك هولي الامور يلي ذكرتون قدي قلبوا المعيدة لي قدي صرنا نحكي بما قبل وما بعد كل شي بالحقيقة عنده ما قبل وما بعد حتى التطور الرقمي يعني كنا نحكي اول ما بلش عن ما قبل وهلأ ما بعد لانه صار فيه تطور كتير كبير بهيدا المجال مية بالمية انت بتعرفي هلأ انه كيف كيف بيتصرفوا العالم عم يتغير تمام فاذا كيف بيتصرفوا الناس المتلي ومتلك بيتغير يعني العالم كله عم يتغير واذا العالم كله عم يتغير يعني نحنا كيف نعمل لازم يتغير كيف نتقرب من الاشياء يعني هلأ ليش لعنوان الحلقة اليوم عن موضوع التقرب من الاشياء وهيك يعني فرضا انا خطيت هيدا هون وجي تقربت منه هاك فريق ما خطه انا هون لازم اقرب منه هاك فيه اقرب منه هاك واخده اكيد لا صح والله لا صح فهون هيدا المبدأ اللي عم بيسيه عند العالم انه بيفكروا بعض الاشياء القديمة اللي فيه امشي عليها تمشي بس هو فعليا لازم العالم تتطور لازم نحن نتطور لانه بالنهاية نحن عم نقول تسويق هو طريقة كيف انا بتقرب منك صح والله لا اتبوط فانا لو اتقرب منك لازم افهميك صح والله لا يعني ما فيك تروح عن دكتور تقولي للدكتور مساء انا مريضة يقلك خد باندول طب بلك بطنك اللي عم توجعك ساعة انت حتبط لي توسق فيه للدكتور لانه ما حاول يفهمك انت كانسان ما حاول يعرف شو بني لا يوصف لي مظبوط يعني هو الاساس حطك بالنص ومحور كل شي حواليك صح مش محور كل شي حوالان حاله او هو شو بده محور كل شي حواليك انت كانسان فهون الفكرة لما يصيروا يمحوروا كل شي حوالان الانسان بيطلع concept human centered marketing وهو هيدا الشي اللي بعد فترة حيصير الكل بحاجة انه يمشي عليه لانه العالم عم يتغير يعني اعترفنا فيها اولاء مظبوط العالم عم يتغير وفي عندك يعني اتحولنا كلنا لقرية صغيرة رقمية شأننا ام ابينا قلنا اي ولا لا كلنا صارنا عبارة عن قرية رقمية 100% بتفعل معك تتفعل معي بهالرقمان الثلاثة وبهال 100% يعني كيف كنا نطلع على الاشياء قبل اوكي كان فينا نعيش بلا هيدا الشي بس هلأ صار اساسي بحياتنا وبما انه صار في كتير اشياء بطلنا عارف شو نختار وهيدا الشي اللي بضيع العالم فنحنا عم نعمل guidance عم نوجه العالم على الطريق الصح عم نوجه العالم كيف يتطلع على الاشياء لانه بالنهاية كل شي بالحياة كيف تطلع عليه كل شي بالحياة شو ما تقليلي هلأ قليلي اي شي هتلاقي انه كل شي هو عبارة عن شي نيوترال شي سفر وكيف تطلع عليه انت يا بتطلع عليه ثلاثة يا بتطلع عليه ناقص ثلاثة هيدا الفكرة وكمان بالتسويق هكي يعني حتى هلأ تطلع انه في كتير عالم فكرة انه التسويق ببلش بالتسويق بس التسويق ما ببلش بالتسويق في عنديك انت كتير خطوات قبل ما تبلش تعملي تسويق قبل ما تبلش تنزلي بوست قبل ما تبلش تعملي اوبتيمايزايشن للبيتش تعولتك لتحط اللوجو لتحط البايو كل هول ما في عنديك انت اساس لتبنيه يعني هلأ بس بدنا لابني بناي في عنديك بونة تحتية قبل ما تبني الطوابق صح ولا لا يعني ما فيه هلأ انا ابني بونة تحتية يعني ما فيه ابني مثلا بناي خمس طوابق مثلا بلا ما حط بونة تحتية نفس الشي التسويق التسويق هو البناي بس ما في بونا تحتية وهيدا الشيء للعالم ما عم بتشوفه أو ما بتطلع عليه هيدا الغلط اللي عم بيصير لأنه لما نقول نحن أنا سوقت طيب شو يعني أنا سوقت أنا عملت شيء طيب هيدا الشيء اللي عملته على شو مبني إذا ما بني عشيلة هيدا الشيء اللي عم تعمله ما فيك تاخد النتيج اللي بدك ياه لأنه قلنا كمان بطريقة استراتيجية لأنه بالنهاية بس بدنا نسوي لازم يكون عندنا بلان واضحة أي شيء بالحياة هلأ أنت بس بدك تهدفل لشيء الليلي شو بتعملي أول شيء أكيد بدي أقدم السيفي ويكتب هالسيفي أنا شو عاملي طيب يقدروا ياخدوني صح بدي حط بلان أنا أول شيء بقدم السيفي برجع بروح على المؤسسة بتعرف عليهم برجع بروح بعمل كذا كذا في بلان قدامي ما في يمشي فلو مظبوط حأتيك إجزامبل يعني هلأ أنت مساء عندك انترفيو أول شيء بتعمليه بتفكري كيف بديك تنقشي عموضوع السعر موضوع أنه قدامي عاشيك أكيد لا لا هيدا جزء الماركتينج لنقول نقررها بالتسويق قبل ما تروح أنت على الانترفيو حتى بديك تعملي ثلاث شغلات هؤلث ثلاث شغلات أساسيات أول شغلة تعرفي مين اللي حيعمل معك انترفيو يعني لما حدا لما يعمل معك سي او انترفيو فرق ما يعمل معك الـ HR طريقة الحكي حتتغير حيكون انت طريقة شو بديك تركزي شو النقاط اللي بديك تعملي هايلايت عليك كنقاط قوة عنديك كمان حتتغير لأنه الـ HR حيكون همو شي والـ CEO حيكون همو شي تاني صح ولا لا نزبط نجي لنقطة البراندينج أو نقطة شو بديك تلبسه ما حتطلع أكيد لبس شي فورمال يعني هلأ من شوك أنت عم تحكي عن هذا الموضوع أنه فيه درس كود صح ولا لا صح لكل حادث إن حادث كي المناسب يقل لها درس كود مية بالمية فهيضي الفكرة أنت برايحة على انترفيو بديك تعرف كيف تلبس شي أول شي ناسب الـ environment الرايحة عليها هاي أول نقطة وتاني نقطة يناسب الـ values تعاليتك أنت كسحر شو بتمسلي شو بديك تفرجي شو بديك توحي نفس الشي بالـ business هلأ لحظة نحن عم نحكي برا كانوا الرادارات عم بيشتغلوا أني أنا عندي ميتنج وبدأ ألبو سترس كود والله أحمد منك هيا بذات الوقت عم تـ يعني ماش يشغلين كانوا الرادارات دايما دايما شغلين مع السلسكت عم تتطلع بالسليولار وعم تشتغلوا مع جوه يا لطيف ما هو شغلة الماركتينج أنه أنا قلعت كل شي يعني مرة سألوني سؤال لهو إذا ما ده تكون حيوان بالغابة شو بتكون ما قلت أسد قلت نسر ليش؟ لأنه النسر بيمشي من فوق بيتطلع براقب كل شي تحت بيكون شايف كل شي بيكون عارف كيف أدو يتصرف بيكون عارف كيف أدو يعمل بيكون عارف شو الخطوات التالية وهيدا الشي نفسه لازم تكون بالتسويق لازم تكون النسر تعرف كيف تراقبك تعرف كيف تتصرفه تعرف كيف تجهزي حالك لأنه هيدا الشي أساسي خصوصي هلأ بالعالم اللي عم يتغير كتير بسرعة مش شوي وانت بتعرفي هيدا الشي بخصوصي بالميديا كتير عم يتغير كتير عم يتغير كل شي بسرعة ما عم بتلاحقه هلأ ما عجد هيك ما بتلاحق مية بالمية يعني بتوع على الشي بتنام على الشي بتوع على الشي بتوع على الشي بتنام على الشي وهلأ تالت خطوة اللي بدنا نعملها لهي الكمينيكيشن كيف هلأ أنا وياك عم نحكي أنا عارف شو المساة تشتعتى شو رسالة اللي بدو وصلها انت بس تروح على الانترفيو بديك تكوني عارف شو رسالتك انت سحر شو بديك تواصلي رسالة شو الشي اللي بميزك ليش بدون ينقوك ليش انت بديك تكوني لحدا اللي بياخد له هيدا الجوب إذا بديك ليش بديك تعرف كيف تواصليها صح ولا لا ما حتيجي تقليلهم شي راندوم وتتوقع انه اي خلينا خلينا نتركها للحظ بيمشي الحال يمكن يمشي يمكن لا لا بديك تكوني مجهزة هيدا الشي هيدا هيدا الشي أساسي واخر شي بيجي الفيفورت بارت عند الكل اللي هو قدي المعاش ف تعرف اوقات الناس يعني هيدا بفتكر انا بيرتكبوا فيها خطأ لانه بيروحوا اول شي بيسألوا عنه قدي المعاش بونجور بونجورة قدي المعاش انه ما رؤوا خدوا وعطوا شوفوا شو بتكون تعملوا شوفوا لوين راحينوا عاي مؤسسة فايتين واذا كل الاشياء مزبوطة وبعدين تسأله هيدا كمانا بتدل على شغلي ما لازم نستبقى الامور بانترفيوات كهيدا صح نمشي ستاب باي ستاب صح لانه محلوق حالنا لانه بالتسويق وبالحياة كتير متقاربين كتير كتير قد ما قللك متقاربين بعد اكتر يعني اذا بتفوتي بتغوصي بعقلي وبتشوفي اديه في اشياء سيميلاريتيز بين التسويق وبان الحياة هتتفاجأي ايش عن جد هتتفاجأي لانه انت فعليا كل يوم بتسوقي حالك كل يوم صح كل شي بتعمليه كل شي بكل كلمة بتقوليها انت عم بتسوقي حالك صح فعليا يعني نحن مثلا مزيعات من سوق حالنا بلباسنا بشعرنا بكلامنا باطللتنا بميك أب هيدا تسويق مئة بالمئة وهيدا الشي اللي بميزك انت بتنحفظي كبراند صح فبالبزنس نفس الشي لازم اول شي المابينج اللي هي تفهم مين الناس اللي رايحة تشوفيون يعني مين هن الناس بديك تقدمي لهم المحتوى تاعك مين هنه اللي هيكونوا متلهفين ليسمعوا رسالتك ثاني نقطة اللي هي البراند تاتيك شو اللي حيمثلها يعني شو اللي هيميزها شو اللي هيخلي العالم تتذكّرها اللي هيترك إمبراشن حلوة على الكونسيومر صح ولا لا وفي عندك المسج تاتيك الكمميكيشن اللي هي كيف ديكتوصلي هاي الرسالة شو هي هاي الرسالة وشو الاشي اللي هتركزي عليها بهيدا الرسالة واخر نقطة اللي هي الماركتينج حوصل رسالتي أنا نكام ببوست نكام بدعاية نكام بستوري نكام ممكن أنا ما بدي أعمل شي غير فيديو كونتنت هيدا الشي طبيعي كل براند عنده طريق التمثيل وما في شي صح وما في شي غلط أحمد يعني الخبرية كلها أنا كيف بدي أسوي نفسي بطريقة صحيحة لأثر بالمتلقي مين مكانها المتلقي وشو ما كنت أنا عم بعمل تسويق نفسي صح؟ مية بالمية ولازم أخد بعين الاعتبار أنه مش التسويق هو هدفه في أشي لازم أبنية قبل ما أصل للخطة التسويقية مثل شو؟ مثل شو؟ اللي قلنا عنه النشوي اللي هي المابينج أنك تفهم الكونسيومر تايك إيه هو اللي بتحضره نقبل مية بالمية إيه ترجع تحطي البراند تاتيك ترجع الكمينيكيشن لأنه بدع هول الثلاثة بالأساس ما فيك تبني بناي صح بالتسويق أكيد حتبلش تبني البناي حتبني الإطلالة تاتيك حتبني شو الخطوات اللي حتعمليها إن كان قلنا من شوي أنه تنزلي بوست تعملي دعاي تعملي ستوري كل هوا الخبريات يمكن مثلا بديك تعملي ويب سايت يمكن البزنس تاتيك بحاجة ويب سايت خصوصي هلل نصانع موضوع شائع خصوصي باللبنان أنه صار فيه كثير SAR لغ vähän عن تبلش burす store بهك مثلاNuh الويب سايت شيء أساسي الإيه ambassador ما أنت هيدا اليب سايتtransport ما gene x10 ما بدك تعرف كيف بده يمثل البيزنس تائك لأن الويب سايت مش البزنس والبيزنس مش الويب سايت بس الويب سايت حيمسل البزنس تاتك هيكون الريب % page ليوسية إصادتك هيكون ي petits wie في أنت இர لتواصل الرسالة فهون بتصير بتفرق يعني هيدا التغيير اللي عم بيصير نحن قدي فينا نجاري الزكاء الاصطناعي والتغيير الفظيع يلي عم بيصير قد ما كنا أسكية يعني أوقات حتى بتشوف ناس كتير فيتين إن بهيدا المجال بيقولولك ما فينا اللحق التطور اللي عم بيصير شو لك كان الناس يلي مش هلقدي فيتين إن هولي كيف بدون يعرفون هالمعلومات يا أحمد يلي عم بتقولون هني فعلا على قدر من الأهمية يعني أنت عم تحكي بشي صار خلص مبتوط وكتير مهم وبالي ما فيك تتقدم في الحياة صح؟ مش قموشي سانوي إنه يمكن بيمشي لا عم تحكي عن شي صار من أساس حياتنا طيب كيف الواحد بدو يقدر يجاري إذا كان بعضه مش بالصفوف الأمامية بعضه بالصفوف يلي وره شوي سؤال حلو وفيه جواب أحلى حاجة بيكي أنت قلت لي منو بالصفوف الأمامية مين هني اللي بالصفوف الأمامية العالم اللي عندهم الخبرة واللي عندهم الوعي واللي عندهم إذا بدك الموارد ليقدروا يضلون مكملين بهذا الطريق يعني العالم اللي هني أصلا ما عم بيعملوا شي غير إنه يركزوا كيف يواقبوا هيدا التطور وينشروا الوعي لأنه يلحقوا هيدا يعني يضلون يخلوا العالم إذا بدك بمحور هيدا التطور تمام؟ فهلأ حسألك أنا سؤال قبل ما جاوبك الجواب بجاوبك السؤال هو بدلنا الأدوار هلأ السؤال هو أنت بس بدك تعرف أي شي خاص بالبيولوجي خلينا نقول أو مثلا عملت فحص دام مين بتسألي بس تعملي فحص الدام هيدا؟ الحكيم وغير الحكيم بتسألي مثلا حدا بيشتغل بمختبر أكيد أول شي عند مختبر وبتسأله بس أكيد القرآن الأخير رح يكون له الحكيم مية بالمية اللي بتشتغل بالمختبر هي حدا بيكون أكسبرت؟ لا بس هي حدا سبيشاليست هي حدا متخصص بهذا الشي فما في الفكرة أنه أنا أكسبرت أو أنا الخبير بهذا المجال الفكرة هي أنه أنا مختص بهذا المجال أنه أنا ما عم بعمل شي غير أنه أنا سهلكم حياتكم ووصلكم بين هالشي اللي عم تعملوه وهيدا المجال اللي أنا فيه فجوابي هو أنه أنت لقي العالم الصح اللي تسأليهم اللي تضلك متابعة معهم وهن العالم اللي حيخلوك ماشي على هيدا الطريق الصح وهيدا نحن الأساس اللي عم نعمله ما عم قلك عم نحاول نعمله لأنه نحن بالنهاية نقينا الهدف والطريق اللي حنصل يعني الطريق اللي حنروح فيه ما حيهم لأنه بالنهاية حنوصل للهدف البدنية اللي هو أنه نحن ننشر التوعية ونعمل تغيير جزري بالعالم كيف تطلع على التسويق وأنا مأكد من أنه هيدا الشي حيصير ليش؟ ما عم بيحكي بهايدا السئة بشي مبدأ ثيوري أو هيك بس الاستاتيستيكس اللي نحن صرنا عاملينا ونحن قدي وصلين للعالم وقدي في نسبة تقبل على الشي اللي نحن عم نعمله وقدي في نسبة نتائج بالشي اللي نحن عم نعمله قدي هو أساسي هلأ بالعالم اللي عم يتغير هو اللي بيثبت أنه هيدا الشي العالم هتمشي عليه وهيدا الشي العالم بحاشته مش مبدأ want مبدأ العالم بحاشته هيدا النقطة يعني حتى قلنا من شوي على قصة التسويق مفاكرينه مبيع بس في شي عنا نحن اسمه The Vap Efforts Vap Efforts بتنص إنه في Virality, Authority, Publicity Virality بتساعدك تنتشري أسرع Publicity بتساعدك إنه أنت تصيري العالم تصدقك أكتر يصير عندك credibility بالسوق أصدقية أكتر تصيري موصوعة إنه أنت المحل اللي بينراح عليه تمام وفي عندك Publicity أوكي اللي هي العالم بتشوفيك أنت كحدا بينوسق فيه من اللي حواليك يعني أنت لما تروح هلأ مثلاً إنترفيو على التيفي مثلاً أو تطلع مثلاً ما حدا أرتيكل إن كتب عنك أرتيكل أو شي هايدي طريقة نشر التوعي بهاي بالبابليكيشنز أو تعمل إيفنت أو شي هيك هيشوف العالم أنك أنت عم بتحاول تعمل شي عم بتعمل تغيير وعم بتعمليها بالأكشن مش إنه بالحكي فهيدي الشي بساعد بعزز من مصدقيتك بالسوق بعزز من نسبة قد العالم شايفينك كأوثاريتي كمان فهني كلهم مترابطين فيراليتي لأوثاريتي إنه إذا بتطلع إياه كل شي بالتسويق متشارك سلسلة مترابطة وإذا انفقدت وحدة حلقة من السلسلة بتروح السلسلة كلها مظبوط وإذا ضلوا كل هولي طبع السلسلة متكاملين توصل للمقصودية مظبوط قديش تغلوا عليكم أحمد لصرتوا بهذا التفكير عن جد عم بحكي وقدي أنتوا بكنتش تغلوا على أشخاص ليصيروا بهذا التفكير لأنه اللي عم تحكيه كتير مهم كتير مهم لأنه هو مستقبلنا يعني هو المستقبل اللي جاي هلأ بعض عم نقول شغلي كتير مهم وفتنا فيها وصرنا آن وبعض نقصنا بس بالمدى المنظور رح يصير هو المستقبل مظبوط قديش تغلوا على أشخاص ليصيروا يفكروا بهذا الطريق أو أنتوا قديش نشغل عليكم لتصيروا تعرفوا تميزوا وتفكروا بهذا الطريق هلأ خليني خبرك هي القصة كلها بلشت عندي بلشت من منحها أنه أنا كنت مستلم كتير أكاونتات كنت أشتغل كتير حط وقت كتير خليني ما ننكر أنه أنت شاب كتير زكي اسم الله عليك فائق الزكاء بقدر هالشي مرسيل لا عن جد أنت شاب فائق الزكاء فبرافو عليك فكنت استلم كتير أكاونتات طلع أنه أنا كمار كتير كحدا بده يسوي تمام ما شغلتي أنا حط وقت قد ما شغلتي أنا ابني سيستم ابني سيستم لأمشي عليه مظبوط لأنه أنا ما بأمن أنه أنت كمار كتير لازم تتقاضي عن نسبة الوقت اللي بتحطيه قد عن نسبة الفاليو اللي أنت بتقدميه مظبوط قدي القيمي اللي بتزيديها مش قدي الوقت اللي بتحطيه بالنهاية هذا كل شيء بالحياة قدي قادرة تزيدي قيمي قدي قادرة تسهل حياة فأنا هيدا هون غيال لي مجرى تفكيري كنت اطلع أنا بنقطة أنه أنا بحط وقت لأعمل هيدا الشيء اللي بدي خلصه هلا بس أنصرت اطلع علي من منظور تاني أنه أنا ما لازم اطلع عليها ما لازم شوفها أنه قدي بدي حط وقت شو الطريق اللي بدي لإيه شو السيستم اللي بدي إبني ليوصلني للنقطة اللي بدي أصلها فأنا لآخر سنتين ونص كنت عم بعمل develop la strategy اللي هي ال MBCM اللي هلأ أحكيت لك عنها من شوية بطريقة مختصرة هي هيدا ال strategy اللي سهلت لي حياتي اللي بصرت بكل بساطة أحمد اللي كان يشتغل 3-4 ساعات صار بيحط ساعة بيخلص شغل 4 ساعات ايه لهالدرجة ايه من قلبة المعيدة ليه 100% فالعالم اللي عن جد عند هبعين منفتحك على هيدا الموضوع فالعالم اللي عنده شوية خبره بالتسويق وقدره تتقبل هيدا الموضوع حتشوف ان هيدا الموضوع هو الموضوع المزبوط هو الموضوع اللي فينا نمشي فيه فهون صرنا نتطلع عليها بنظرة تانية أنه نحن نبني العالم اللي بيقامنه بهذا الطريق ومنطوره ونبلش نحن نبني التوعية ونطور ونوصل للعالم لنبلش عن جد نعمل تغيير جزري ونسهل حياة العالم إذا بديك يعني هذا بالنهاية هدفي لهي أنا خلي أي حدا خلي حدا بصف التالي يقدر يفهم شو هو التسويق لأنه هل قد التسويق بسيط تسويق كتير بسيط بس العالم تطلع عليه بطريقة كومبلكس وبتعقده بس هو فعالية كتير بسيط إذا حاولت تطلع عليه من المنظور الصح صحيح هون اللي بتفرؤ يعني أحمد شماس اختصاصي تسويق رقمي بدأي شكرا كتير على هيدا الحلقة وإن شاء الله تضل بها الهمية والنشاط وإن شاء الله تضل هيك عندك هيدا الحماس والحيوية أنك تقدر تضل تكتشفه تضل تتابع بهيدا المجال لأنه على قدر من الأهمية أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا أطيق على المشاهدين نحن نروح لبريك صغير ونرجع لكم مباشرة على الهواء اشتركوا في القناة